سيد الله ومختص في التدويب الأعشاب الطبيعية ورئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية دكتور عماد أشبارك صباح للنور اختلا مياء تحية طيبة لكل جميل أخوات لك نورونا في الصباح أتمنى إن شاء الله نستفضوا مع بعديتنا ويخفف اللينا هذا الحر إن شاء الله الحرارة 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 المفرطة غير هو نصيحة أنه ما تنسوش الوليدة الصغار لا يجازيكم بخير فد الفطراء وأعطيهم الماء ما أمكن يعني ما تنسوش لأن حتى الأطفال رمغ كاريك لامي وش يعني ما كيقولك سأني خسني الماء هذه مهمة ضرورية والكبار حتى هما لأن ما تخليوش الماء ينقص في الدست للكم لأن الماء هو الحياة فعلا فنردوا البال والله يعطينا في فصل الشتاء الشتاء على قدر تصاد نعم نطلبهم الله إن شاء الله الرحمة يا ربي طيب دكتور عماد الكليف هذا واحد الموضوع اللي دائما يعود إلى الواجهة والأخوات كي يطلبوا وصفات طبيعية فالحدة دياله والناس اللي عندهم بحل هاد البقاع كتزاد أكثر في الصيف وفي الحرارة يعني الكلف كبقاع ويعني تعريفه الطبي فالكلف هو واحد عبارة على واحد الخلل يعني في التسبوغات أو التسبوغ دير البشرة بشرة كيكون عندها دائماً كرجعوا للخلل اللي كتفرز لنا واحد المادة كتسمى الميرانين هاد الميرانين هادي مني كتفرز بطريقة غير منتظمة كتفرز بطريقة عشوائية وكيكون واحد الإفراز المفرد ديالها كتفرز كتر من القياس دياله وكتفرز داكينة وهو اللي يعطينا هاد الكحولية وهو اللي يعطينا هاد اللون هادا فالبلايس اللي كيكونوا مما مقيوصينش فكيكون تلوين عادي فلايس اللي كيكون فيهم خلل كتفرز هذه الميرانين كتر بزف فلما كتفرز هذه الميرانين اللي هي في الاصل دياله كيكون لديها أسود فتحت البشرة كل واحد والبشرة او كل يوجد أخت بشرة ديالها من تحت منها كتفرز هذه الميرانين فالبشرات بيضاء كتبين بقع بينا كبيرة البشرات اللي تكون صمراء كتكون شوي أقل يعني ضرار أو البشرية التي تكون عندها تكس السواد يعني تكون قاتمة بالسفة وفي الغالب هذه البشرية التي تكون قاتمة فهي البشرية التي يكون عندها الإفرازات المنتظمة وكتكون أقل كما نقول أكثر مقاومة للعامل الأساسي الذي يعطينا هذا البقع الذي يتعرضه له الشمس لأن الأشياء فوق البقع النفسجية ومع الأسف أن نحن كان وعدنا لزيو ذي بي وليزيو ذي آ أشياء فوق البقع النفسجية بأ وأليف ولكن هذا ما يسمى بالأشياء فوق البقع النفسجية سين السي وهي خطير على البشرية ديالنا ولهي يخصى واحد الحماية دائمة ديال واقي الشمس لأن العديد من الأخوات ما كيستعملوش واقي الشمس وهذه الأشياء فوق الظهرات مع الأسف هو بتغير الحالة الإيكولوجية ديال الأرض يعني بالتلوت بظهور يعني سحبات حمضية اللي كيكون فيها مواد كيميائية مواد اللي كتعطي التلوت واحد الشيء كامل هو اللي كيكون من الأسباب المباشرة باش يؤثرنا على البصرة ديالنا هاتشي اللي هضرنا عندنا وحد الإنسان أو وحد الأخت اللي كتلي الصحة ديالها عادية يعني ما كتعنيم تشي مرض على غرار أنه كان في بعض الحالات بعض الأمراض اللي كيمكن يعطينا هات البقع يعني أمراض اللي كيكون عندها علاقة بالكبيد أمراض اللي كيكون عندها علاقة بالغدة الضرقية أمراض اللي كيكون عندها علاقة كذلك بأخذ بعض الأدوية واحد لمدة طويلة والله يشاف في الشامع وليل قاعد وسادم على خير كتكون عندها علاقة كذلك بتعرض الإشعاعات أو مواد كيميائية ما هو حل للناس اللي كتلي كتعاني من مرض السرطان يعني معادي إنش كيميائي أكيد أكيد ولكن الحمد لله في الكثير من الحالات الحمد لله كتعود ترجع البصرة للحالة الطبيعية ديالها واحد المسألة اللي كيغفل عليها بزاف أخوات اللي كيمكن كون سابق في ظهورة البقع هو النقص في الفيتامين بيدوز نقص في الفيتامين بيدوز لهو الإنسان اللي يفقد هذه القيمة دياله يفقد بزاف ديال الأمور يعني الحركية يعني الانتباه ما كيبقاش وما بينهم كذلك ظهور هاد المشاكل ديال البقع في البشرة يعني أول حاجة الإنسان من تكون عنده واحد المشكل ديال تغيير اللون البشرة دياله لا تصبغاش ضروري ما يجري بعض الفحوصات ويدير بعض التحليل باش يعرف واش ما عندوش مرض عضوي والأمور كتقد طيب حنا بطبيعة الحال لله رقم نرى مفتوح لك في موضوع ديال الكلف عند السيدات يعني في البشرة ديال الوجهة أولا ربما حتى في مناطق أخرى ديال الوجهة وهذا المسألة يعني منها خصوصا سيدة الحوامين أنه يقدر يخرج لهم في مناطق أخرى مرحبا بيك لله بالأسئلة ديالك 052-774-2424 غادي ناخده خديجة معنا من طلبة السلام عليكم خديجة عليكم السلام أختي لباس مرحبا بيك لا تخلي مرحبا خديجة شنو سؤالك أنت أختي واحد سؤال تغسر عيني دابانك كنحف بالعين في شعال طبيبة خرجت الواحد في تعمي تمتو قونيك في ديالغداء مليك الملكات لا منضعوا اسمية ديالأدوية يا خديجة دعني ذكر الأسماء أختي أعطيت أن أعطيت برسال أختي نحن سنظر برسال المركة نحن سنظر برسال المركة ونحن سنظر برسال الناس وشكرا لكم جزائلا لا أستطيع أن نعطيك تجاوب أختي لأن المركة لأن المركة نحن نضرع كما هي المركة أو ليست جيدة نضرع على الأمور صحية ويمكن نساعدك في الطبيعة ولكن نعطيه أحد من رأييي فهذا مسألة لي مهنية بالنسبة لي نحن لا يمكن أن نذكره لأسماء الأدوية و لأسماء المركز من المنتجات طبيعية أو غير طبيعية وكانت مننا أيضا أن الأسئلة تكون في الموضوع اللي نحن كنت تكلمون فيه اليوم هو الكلف باش نجاوبوا على السيدات اللي عندهم هاد المشكل وستعملوا بعض الخلطات أو بعض الوصفات أو يقلبوا على مواد طبيعية اللي غادي تعاونهم على علاج الكلف وأيضا حتى ربما واش نعرفوا انه باش نعرفوا يعني العلاج واش خصو طبيب يعني واش دخص هات مش عم تقدير واحد تشخيص واش هو كلف أولا ما شكلف وطبيعة الحال كل أمور المتعلقة بالطبيعة مع الدكتور عمار ميزهب أمينة معنا من مراكش سلام عليكم السلام عليكم ما خبارك أمينة لا باس؟ لا باس كدير أنت يا بخير الحمد لله أمينة الله يبارك فيك الحمد لله أمينة الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا أمينة أنا أول مرة أعضرت معكم محبا أمينة حسنا أمينة أعضرت معكم أنا سينين أعطيت أن أتفضل لكم نعم أتفضل أمينة أريد أن أقول لك الدكتور عمار أنا أحب الشباب وتخليلي لطرس أه أريد أن أتفضل لك على صفو أنا أحب الشباب وتنزلها في الليل وأتفضل لك بالجنة أو لا وهذه الشباب التي ترتي في الليل تغسلها في الصباح نعم نغسلها مع الصباح أم لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد أن نتفضل لك بالجنة أو البقع سوف نعطيكم مصفى ان شاء الله لتوحيد لون البشرة سوف نعطيك في الاستماع مرحبا بك أمينة مرحبا لله نأخذ السؤال يا زبيدة معنا منفاذ أهلا وسهلا زبيدة السلام عليكم لا باز عليك مرحبا زبيدة تفضلي شنو سؤالك لدكتور عماد إذا كانت في الأمين فهذا كانت ضبطة وحمادت سحاب فهذا كانت ضبطة ما الذي استغلت شخصك حميل أو ماهذا جديدك اذا استعملت عجل البشرة أخذت الحمالة لم يكن هناك شيء وفي الحمالة كنت تفضل واقي الشمس لا أتفضل و لكن الراديو لقد قمت بإمكانك المخريج و قمت بإمكانك في راديو إذا كنت تتصلوا بنا و إذا كنت تكونوا مشاعلين في راديو لن نفعنا بفعل ما هي لا تسمعنا بفعل ما هي المطبع التي تتابعنا و قمت بصوت غير واضح أتمنى أن الله كتب بأن تفهموا هذه المسألة قمت بإمكانكم في الرحمن و تركوا راديو إذا كنت تطريباً للمكبر للصوت أشهد من أننا كنت تتصلوا بمكبركم لتعبضكم الخطوط على دكتور عماردميزاب وبالتالي قدروا لنسمعكم ولا تسمعونهم مزيان لايكتر خير كذويدا لما تفرجوا ليحدك هاكدك دابا قلت بأن الكلف عندك هذه 6 سنين ايه ايه وقالك دكتور عيمد فاش كنتي حاملة واش كنتي كتديري واقي الشمس لا ما كنتي كتديري ما كنتي كتديري ودابا هاد الكلف جربت لي شي وصفة رتيله شي حاجة شي بوماده شي اشكرت جميع الشيطة الفرماسيان وشيطة الصبابة الجلد وخرجي جميع أدوية ما ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير فغدنا نعطي واحد الماسك دي الكلف نفسه لون البشرة والأطار روادي مسألة مهمة على السهولة لأن بزاف دي الأخوات فيش كي يكونوا في الفترة دي الحمل ما كيستعملواش لواقي الشمس فبدا إلا كنتم ما كتستعملواش رأى مين يوصل غير الحمل يعني تعرف فراصة رأي حمل خصوة بده دير واقي الشمس على اشتفاديا لهاي المشاكل لأن دبعا انت شوف مادار واقي الشمس باحتة ما يكون يعني معين هوا دابا كنقول لي وكننخسروا بزاف دي الأدوية وهذه بشترنا نحاوذر رجعو ذلك الأطار لأمنع لاش هالبشرة كتولي جد حساسة بعشرين في المية أو بعشرين مرة أكتر من ما كتكون عليه فاش ما كتكونش المرة حاملة لف تغيير الهرمونات لف البشرة دياله لف بزاف دي الأمور يعني خصنا ضروري نديروا واقي الشمس يكون يلازمونا في الفترة دي الحمل يعني خصنا ضروري نديروا ديمة ولكن الحمل بدون ينقاش تشيل السؤولة باش ان شاء الله للنساء وخواتنا اللي هما حاملات يفهموا هذه المسألة باش يستفدوا وما يوقعوش في هذه المشكلة ولكن احنا ان شاء الله غادي نعطي وصفة لغا ندوم عليها ولكن الأخس ديرنا كنقول لأخس كيت مشي تغطي واقي الشمس وديريه لأن كل ما مادرتش واقي الشمس كل ما يزادوا البقع مع الشمس نعم لأن البشرة كتكون حساسة فالإطار عندنا السؤال دي الظاهرة لك تقول لي أنا حاملة في شهر دي السابع وخرج لي الكلف فتدي دي لي ماشي في وجهه أنا مغطي على الشمس بغيت نسوه الدكتور عيماد واش ندير شي وصفة دابة أو نحت نولد فالكلف يقدر يكون ماشي كلف يقدر يكون نمش يقدر يكون فطريات لأن حتى الفطريات حتى ومك يعطيونا واحد اللولي كيكون بني كيشبال الكلف فانك يخصت تشخيص ديل طبيبة أو طبيب ديل الجلد نعم ناخد فوزية مهنا من مدينة طالبيضة السلام عليكم فوزية أو فوز فوز اسمتك فوز ولا فوزية فوز اسمك جميل شنوك يعني فوز واش من الفوز ان شاء الله ان شاء الله هلالا واسم جميل الله يباك فيك للا تفضلي يا فوز بارك الله فيكم شكرا بارك عباشكم سحاو سلامة مكتبنا ان شاء الله مرحبا تفضلي لقد كنت أقول الدكتور حيث عندي واحد مشكلة في وجهة ديالي تحتر تلازير على ترجمة تحتلية البشرة ديالي من بعد تنشدر البوتوكس وانت تغير البوتوكس من بعد تغير السخون هرب لي من بعد تنشدر البوتوكس ومهم هرب لي شعر اللور وانت تحت تهرز ونيبو العليزية جهت الشعر ومعال وجهة خرجت لي طبعة طبعة كبيرة من نيبو من ودنين 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 حلال الفخون كلها هناك طبعة تحلق والحزين الان كانت عاني منها شعرت قليب المودة وده بشعان مهم وهذا لازغ فين ترتيف عند المختص؟ عند المختصة مختصة مختصة في طبيبة؟ طبيبة الجلد؟ طبيبة مختصة طبيبة مختصة وسترجع عندها بشوفت الحالة هذه لانه كان بعض تدخلات لك يتداروه لكي تعود البشراء وثانية ترجع لحالة طبيعية دياله فهمتي اما انه نعم اختي؟ نعم اختي؟ مشي ترجعت عندها مهم مشكلات مهم يوه مشكلات مهم يعني ما تخبره نحن نذرغي من ناحية المهنية ومن ناحية أنني كا صيدلاني وأنني كنتمي الأسرة ديال الطب والصيدلة فقد تريد ان ترى ما أشياء لأن أجيب هذا سوق القشان أو تطوير ولكن لديه ثقة لا، لا، هذا ما قدت لك لانه لا ترى تطويرها لأن أصحاب قصره لا يسرى وإنها اعلاج لأن أي حاجة نبدأ مع طبيب أو طبيبة فهو تتبع معنا الحالة لأنه لو رأيك ولو أنك تذهب عن طبيب أو طبيب آخر سأقول لك لا نستطيع أن نقيس فيك لأن هذا الشيئ راكي ديجا درتي و أعطاك هذا الأمر هذا وكلما سيرجعك للطبيب لإدارك هذه المسألة لأنه غمال ما كانت مرة ستشعر كان لديك شيء و أرجعت لديك مشغولة قلت لي آه كان لديك جي قبل شهر من مرة لكي ندروا شيء أخر ومن بعد قتبوش بي معاوش قلت لي تشعر جعين دي و لا شيء لا ترجع لديك لا ترجع لديك و لا تقول لك أنا متأكد بأنها لا تتعارد أرجع لديك و لديك المسألة أن ترى أن تستعمل مواد طبيعية و لا تتعارد لأن هنا ما يقع ؟ يقع إفراز مفرطة في الميلانين يعني بحلقة لديك الميلانين و بحلقة لديك مثلا لديك أحد أحيانا نريد أن نصبغه و تسطل الصباغة تهرق و تشعر لديك أحد كامل فهمت بحلقة يعني تصورها إذن ما يدارك تعاود أن تقشر البلاسة التي تشعر فيها هذا اللون هذا و تتعطي أحد أحد يتخدمه و تتعطي الأمور إلى الحالة الطبيعية إن شاء الله و لديك علاج الدكتور ياك أنت بحالة تحبطت بثار لديك ما تحبط إن شاء الله كل شيء سيكون بخير غير أحد فإن كنت تشاهد معه لديك وقاية كاملة ضد أشعة الشمس سوف تكون واحد وقاية كاملة وترضي البال بثارة الشمس من قبلين، تتعلييد بوكرة من الأكريس كبيرة حيث تتحفظ على البشرة ونتطر الطبيعية ستطلط ببسر الزيت ونزيد في بيتامين أ ستقصح لنا و ترجع لنا ذلك الحيوية للبشرة لتعطينا الحماية ولكن هذا الشيء كويقاية و كمساعدة ولكن الأساس وهو 80% أو 90% سترجعي عن الطبيبة و أنا متأكد أختي بأنه ستحصل معك حل إن شاء الله والأمور ستقولي بخير و لا تخافيش كل شيء سيكون بخير إن شاء الله و ممكن تأخذ عود فوز رأيي للطبيب آخر المختصف في هذا المجال لما لا؟ نعم ولكن على إيه الله يصلح الأمور الله يجيب الشيء فعفوز نحن قد نوصله معكم من بأس سيدة الله مختصف في التدويب الأعشاب الطبيعية كانت تكلموا مع دكتور عماد على الكلف و الوصفات الطبيعية لعلاج هاد المشكل أخواتكي سولوك دكتور عماد واش كترة الحمودة في الماهيدة ممكن تهيت عطينا بقاع في الوجه لا سؤال مهم لا يوجد علاقة لأن الحمودة دكتور عماد مرض أخر و في الغالب الكلف في الوجه الأمراض التي تكون عندها علاقية و أحد الأمراض التي تتطلين على الغداء أو الغداد الزهمية أو الغداد الزهمية أو الغداد الزهمية و كذلك الميلانوسيت و هذه الخلايا التي تفرزنا الميرانين نحن نقوي من الوجهات و هذه العملية قد تتطلين من البلد وهو عمل مباشر و هذه العملية قد تخبر تطلين الغداد الزهمية كما نقوي من البلد تعفونات دي الميكروبات حتى هما يمكن يكونوا أسباب مباشرة في ظهور البقع تعفونات فطريات نعم فطريات أو بعض البحالات فيروسات التي تكون كما نقول إحنا كتأطاكي يعني كتمشي لذلك الخلايا التي تفرز لنا الميرانين وكتكون تعطي فيها بعض الالتهابات حتى يمكن تعطينا هذا المشكل هذا السؤال دي الأحلام منتصر كنت تقول لك عندي بشرة مختلطة والتي عندي بقعة منية في الخد ديالي بحل الكلف وبدأوا كيف يكونوا أخطوط صغار في جبهتي أنا في العربية كانت تعرض الأشياء عادية للشمس بزاف ولكن لم أستطيع التشي حاجة الوجهي بغي تنسوه الدكتور عيماد نعم فأول حاجة قصدر واقي الشمس يعني واقي الشمس والحمد لله دبرا البوادي كل شيء قريب عندهم الحمد لله وخاصة الصيدليات فضروري أنها تأخذ واقي الشمس لأن واقي الشمس ضروري وشحن من واحد يقولوا دكتور عيماد نحن الناس في البادية راكينا كتكون أمور صحية ولكن الوقت تبدلت وقت تبدلت حتى في الأراضي مثلا أو في الصراع أو في ذكر أو في بعض المواد الكيميائية أو في الزونغرية يعني حتى الحياة تبدلت حتى الحياة تبدلت بالنسبة للبادية فنقدروا نديروا واحد الوصفة اللي غادي نستفدوا منها من المواد اللي كتكون عندنا في تمق اللي كتكون في البادية وموجودة فغادي ناخدوا واحد نص جزارة اللي غا نحكوها وغادي ناخدوا واحد نص دي البطاطا حتى هي غادي نحكوها وغادي ناخدوا المعدنوس نحكوها فيه شوية هذا الخلطة هادي خلطة تسمى خلطة فيتاميناس طبيعية علش الجزار لدينا البطاكاغوتين موجود المرميم يرجع لها الحيوية ويرجع لها المناعة البطاطا في واحد النوع الألياف مهمة جدا هذا الألياف تعطي تبييد بطاطا إنسان يحكوها بطاطا على وجهه وتعطي الفائدة هائلة لا تنشفه لا تنشفه ويحصلنا على خمسة عشر دقائق ونغسلناها مشكلة المعدنوس هو تركيز كبير فيتامين C وهو تركيز كبير في السيليسيوم والسلينيوم وهو مواد مهمة وهو تسمى لأكزيوكسونتين لأكزيوكسونتين تعتبر مضادات هذه الخلطة سوف نخلطها نصف جزارة و نصف جزارة و نصف بطاطة بالقشور و نغسلها جيدا و نضعها في تلاجة سوف نخلطها و نخلطها و نخلطها معلقة صغيرة و معلقة كبيرة من اللي توفر عندنا نضبره مثلا هذه الجبن و نخلطها ضرب الحليب و نخلطها و نخلطها و نقص بطن و نخلطها بنا و نخلطها و نظهر مدة ساعة و نقص بها هذا العمل ينضعها من ساتل ثلاثة مرات في الأسبوع و نختارها و نعطينا حيوية لنا و خاصة في فترة هذه لكي يكون درجة الحلارة مرتفعة لدينا وصفة غزلان تشاور معك فيها دكتور عيمت فيها دقيق الحموص فيها الحليب مجفف دقيق الأرز ماء الورد تستعملها جوج مرات في الأسبوع وشم زيانة لبقاع الشمس فهي اللي ستزيد البقاع وإلى اللي ستعطيها حساسية مفريطة لماذا؟ لأن هناك طحين الحموص وطحين الحموص والرز والحليب مجفف كلهم تركيزات لمواد تحساسية لك لأنها تنشف لنا البشرة من ذلك المال يكون فيها لكي يعطيها المرونة وبالتالي تعطيناها مضاعفات كبيرة على الصحة إذن نحاول أن نتجنبهم نحاول أن نتجنب هذه المواد بحل ذلك كما قال القطاني كاملين لأن الكثير من الناس تستعمل غير حموص مطحون والبشرة لكي يعطيهم حساسية مفريطة لكي نستفيد من القطاني لأنهم يكون فيهم لازوت لذلك لازوت فقط نستفيد منه حتى يسخنوا إذن ضروري أن نسلقه هذا الحموص مثلا في الماء وهذا الماء اللي سلقنا فيه غير هذا الماء نصفه نديره في تلاجر وذلك ندهن به البشرة والرقابة دينا ونخليه الناس ونغسله ونستفيد منه أكثر أننا ندير هذه الخلطة كاملة فيها هذه المكوينة أمينة أنواك تقول لك دكتور فوائد العلك الصحراوي والزيت الكوكوش مفيد للوجه العلك الصحراوي مزيان يدق مزيان ويتغرب نديره نصف ملعقة صغيرة ولكن نديره نصف صغير نديره نصف صغير أحسن نصف صغير الحليب الساخين نديره على البشرة وعلى الرقابة ونخليه مدة ثلث ساعة ومن بعد نغسله وهذه العملية تجعل المرات في الأصفة ستعطينا نتيجة أحسن خديجة تسولك على الوصفة ولكن هذه لتبيض المناطق الحساسة مرحبا هذه الوصفة قتلك رائعة في مواقع التواصل الاجتماعي فعلا أنا رأيت هذه الوصفة هي فيها واحد الكريم أنا لا أستطيع أن نقول اسمها لا أعرفها هذا الكريم السيدي قتلك يديره معه الزيت عرق السوس والزيت اللوز المر ستعرف رأيك دكتور عيماد نعم نعم أول شيء هو عرق السوس عرق السوس لكي نفهم المسألة الحمد لله نحن كنا نصباقين و كنا نصباق في برنامج حديث ومغزل فقد أعطينا الوصفة بعرق السوس و بيناه عرق السوس و الفائدة و إذا الناس من يتخذوا واحد المادة مثلا لنشرح لك يقول الإنسان يشتهاد واحد الاجتهاد من رأسه ولكن واحد الاجتهاد هو علمي لو نرى سويته يسمعوا مثلا العراق السوس يحطي تبيض و سوف ندخلوه في كل شيء ونضالها الزيت ونضالها خمسة ديلا المكونة خرين إنسان تختاروا من هذا لا توجد مثلا ناخد السوس عرق السوس فالاجلسيغيزين فالاجلسيغيزين عندها طريقة الحفاظ عليها والاستعمال لأنها لاخلنا عليها مثلا قولة وعن نحن بكاته لانه نعطينا الى البشراء ضروري انها مثلا تسخن فإذا بغيتوا انكم تستعملوا نديروا واحد الوصفة للمناطق الحساسة ونستعملوا فيها عرق سوس فيكفي اننا ناخدوا معلقة صغيرة ديال عرق سوس مطحون معلقة صغيرة وديروا نسكاس دير زيت نور الشمس خلطوهم ديرهم فوق العافية لن has to be in go to the ونسمحها المناطق الخاصة ليكون لدينا لها اللون الداكن ومع الوقت نسمح من صفها سهلة بسيطة ولن تتكلمون بسيطة نعم، طيب أن السؤال الحنان كانت تسول على بنتها في عمرات 3 سنين قالت لك السيدين لون البشرة ديالها مبقى موحد بسبب، ماذا هو السبب؟ قالت لك السيدين دارت لها زيت أرجان، ودهناته خرجتها لشمش كانت فيها بوشويكة فهذا الشيء مني برات، اللون بحل الوجه بحل وقام طبع ما موحدش فيه اللون، بنيتها في عمرات 3 سنين نعم، شنو تدير لها؟ وله ستعملها زيت الوزن الحلوق، تقدها به، في الصباح وفي الليل، وتخلي البنوتا، إن شاء الله ربني ستفوت هذه السنين، هذه السنين، الحمد لله أن هذا الشيء جافتين مبكر، ربني ستكبر هذا الشيء كوش يمشي لأن البشرة كتتغير، ومعه إن شاء الله من ينتبه البنوتا، رغا تتغير حتى التركيبة الهرمونية ديالها، والحمد لله، هذا الشيء يمشي وما يبقى، وهذا الشيء بتجارب إذن الزيت أرغان هو مهيج للأشياء، مهيج فوتوسينيب لها نراحل في الصيف من الأحساب؟ نراحل في الصيف لأبنت برونزية فقط ولو تبقى، وليسء في الجسم، في أجله، لا نقابله مع الشمش لأه وعلي 시간 من الفيتامين U مدين؟ ؟ في الفيتامين U، وهو بيضاء الكفرين، نعم، في البيتامين لها الكفرين، البيتامين في يتكائناه، وهذه هي الكفرين، وهذه الكفرين، وهذه الكفرين يغلح بها جدا، و يتصلح في الوزنة بالأشياء بك anys عندها واحد سؤال هذا السؤال هو وصفة يا دكتور عيمد وبغا تشاور معك مرحبا قدت لك سيدي هاد الوصفة فيها المدية المطيشة وفيها الخرقوم ودقيق الأرز طبيعة الحال شفتها في انترنت قدت لك سيدي كتبيض البشرة وشم زيانة أو لا لا دكتور عيمد شكراً على هذه البادرة لأنها بادرة جيدة لتحميوا رأسكم وتحميوا الأسر أول شيء في هذا الوقت عندما تستطيع المطيشة على وجهها تعرف بأنها ستجدها حساسية مفرطة لأن هناك أضاء الحوموراتية ولقد إذا أعتقد أليكوبين ولكن لديك مشهورة جزائرات الأحمر على ما أسهره المهم tuk sóf مع الأشعة مفرطة وليسيسة مفرطة وإنسان لا يتم إعناية كاملة لبشرة أتيتكش على أنه يمكن فيهيج المواد الحساسية هذا الزي الشعورات التي تع지كر في البشرة وما يمكن أن يغير هذا الحميرار مفرطة وفي بعض الحالات الحمارات لا يتعالش حتى الحمارات ينتقل إلى بقاع سوداء وهنا قادية المسألة صعبة دقيقة الروز يجزيكم بخير أنا أريد أن تحيدكم من القاموس في الوصفات الطبيعية لأنه لا يجموره إلا المشاكل الروز سلقوه كله استفدامه أكثر لأنه في الغيزول في الأملاح المدينية في الفيتامين بي كنصيحة أخوية رغم العلقة كبيرة والجوجي لكليتها سوف تفيدكم الله بشراء لأنكم تحنوا الروز لأنه لماذا أختي لأننا نعيش في بلد الحمد لله بلد التي تكون فيه أشعة الشمس موجودة وهذا البلد لا يصلح لهم مواد لتنشف الله بشراء لأن الروز والدليل لأنكم تصفحوا في عالم الانترنت دائماً يقول لك إلا طاح لك تليفون في الماء فإن تديروا في الروز يعني يقول لك ما تشعلوا ما دي وديروا في الروز حتى ينشف من بعض الحيال التي تحيد الماء بالتليفون وهذا دليل على أن الروز يقاوم الرطوبة يعني كيمتس الرطوبة وكيمتس الماء فالروز يقدر تقاوم الرطوبة وهي مرة كما نقول أو أخت على ربعة في المغرب كما تعني من البشرة جد 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 حساسة أو تكون فيها حساسية مفريضة طيب دكتور عماد قبلة واحد الوصفة نحن يتحدث من الدكتور لك بإضافة أجل الجزر وابتاطا تفتح البشرة والتوحيد لون البشرة وكأنها أحد هنوходит وصفة أخرى دكتور عماد سوف تقاوم على أخوات دائما وصفتك الحصرية سسألو الأخوات سوف نحاول نأكل في أحد مباشرة إلى وجه والرقابة ونأكل بالجسم سوف نحاول نأكله كبير إذا كريم ما نأكل فيه سوف نأكل فيه ما نأكله معلقة كبيرة سوف نأكل فيها الزيت نوار الشمس معلقة كبيرة زيت البرتوقال إذن لدينا السلمية نوار الشمس معلقة كبيرة من كل زيت هذو كاملين سنخلطوهم بستة معلقة كبيرة زبدة الكاريتة أو زبدة الكاريتة أو زبدة الكاريتة ونخلطوهم في حمام مريم كي تخلطوهم بكل شيء نديروه في واحد البوطة الكريم كبيرة قليلا وهذا ندهنو به كل ليلة لا نقطعه في الليل نستعملوه ككريم ليلي للبشرة والرقابة والجسم ونستعملوه جميع أنواع البشرة وهذا يكون لديهم في الصيف لأن نحتاج الوليدات إلى المشاو مثلا البحار ومنين يرجعوه في الليل يأخذو ذي كلادوش ديرهم وديرهم الكريمة فهي ستتعاونهم كذلك في الترميم في توحيد ليلة البشرة وهذا البغنزاج ستعطي لهم البغنزاج متناسيق لتفرز طريقة منتظمة في الجسم شكرا لك دكتور عماد ميضاب ان شاء الله لتواصل معك دكتور على صفحة الرسمية في فيسبوك غرينفار رقمي 06129 أو على انستغرام دي اغ نقطة ايماد ميصاب ومحباب جميل أسئلة لكم شكرا لك دكتور عماد ميضاب ونشكر كل أخوات على المشاركة دي لهم موسيقى موسيقى